موسيقى موسيقى أهلا بكم أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلغاء الاحتفال بذكرى ثورة 14 من أكتوبر الذي كان مقرراً المشارك فيه يوم الأحد القادم في عدن أرجى تسباب الإلغاء لما قال المجلس أنه تقدير لظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في الوقت ذاته أعلنت مكونات أخرى منها الحراك الثوري الجنوبي عزمها تنظيم احتفال جماهري بمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر موسيقى تمر إذن ذكرى الثورة على الجنوب اليوم وهو يمر بظروف معقدة يصفها البعض بأنها بمثابة الاحتلال إذ تستمر الإمارات التي تسيطر ميدانياً على عدن وبقية المحافظات الجنوبية تستمر في منع رئيس هذه وعضاء حكومته من البقاء في العاصمة المؤقتة وممارسة مهامهم كحكومة شرعية تقول أبوظبي في المحافظة الدولية إنها تدخلت لاستعادة هذه الشرعية الشرعية الجنوبي يغلي وصبر الناس على هذا الوضع المعلق لم يعد يتسع للكثير الشرعية لم تفرض حضور الدولة واستسلمت كما يبدو لأجندة التحالف الذي يمكن القول إنه من يحكم الجنوب اليوم مستخدم انكيانات سياسية وعسكرية تشكلت بدعم منه وليس لها أي صفة قانونية السؤال الآن هل اتخذت الرياض وأبوظبي قرار انفصال الجنوب عبر وكيلها الانتقالي وهل سيسمح الرئيس هذه بتشطير البلد ونسف مخرجات الحوار الوطني التي اتفق عليها الجميع إلى إن تتجه الأحداث خصوصاً مع مرور ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر لمناقشة هذا الموضوع سيكون معي من عدن الصحفي منصور صالح وعضو المجلس السياسي للحراك الثوري الجنوبي محمد النخعي أرحب بكم ضيفي الكريمين وأبدأ بطرح السؤال المشترك معك سيد النخعي إلى أين تتجه الأمور في عدن بتقديرك بسم الله الرحمن الرحيم أولاً نحييكم على هذه الأصطلافة أهلاً وسهلاً ثانياً ما يدور في عدن نحن في أكثر من لغاء وفي مقابلة أسلفنا بأن ما يدور في عدن حالياً وسابقاً هو صراع الأدوات فكل طرف يسعى كيف يرضي من يموله فطرفاً يسعى لإرضاء الأمارات وطرفاً آخر يسعى لإرضاء السعودية ليس للجنوب شيئاً ولا لاستغلال الجنوب ولا لثورته فيما يدور شيئاً الصراع هو صراع أدوات صراع مصالح وسبقوا أن حذرنا كتيار سياسي المجلس الأعلى للحراك الثوري بقيادة قائد الثورة الزعيم حسن باعوم من كل هذه المعنعة الذي أحد أطرافها هم رفاقاً لنا في النضال أظلوا الطريق والطرف الثاني هي الشرعية اليمنية الذي ليس لها حول ولا قوة سوى الإسم سأخذ هذه الإجابة منك أستاذ محمد وأنتقل وأرحب بضيفي الآخر الصحفي منصور صالح أستاذ منصور أسألك أيضاً نفس السؤال إلى أين تتجه الأمور بتقديرك في عدن في الأيام القليلة القادمة كيف سيكون المشهد؟ أستاذ منصور أستاذ منصور هل الصوت واضح بالنسبة إليك؟ يبدو أن التواصل مع أستاذ منصور ليس متاحاً بعد أعود إليك أستاذ محمد طيب أن تتحدث على أن ما يحدث في عدن الآن هو صراع أدوات وكل طرف يسعى لإرضاء من يموله لكن هل هذا الأمر يعني أن ما سيجري في عدن خلال الأيام القادمة هو مواجهات مسلحة؟ أم أن الذكرى ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر ستكون ستمر بسلام خلال الأيام القادمة؟ لم نستئذن من أحد في الحرية لا يستأذن فيها فطالما أخواننا من يدعو استغلال وتحرير القنوب يستئذنون في الحرية لا بارك الله في حرية يستئذن يستئذن بها فأقول ما سيحدث كل ما سيوقفها هي رسالة واتساب أخواننا يعلمون ماذا نقصد؟ ماذا نقصد؟ الصراع هو صراع مصالح وصراع أدوات كما قلت سابقا ونتمنى نتمنى أن يبعدوا عن التصادم وأن يحفظوا الدماء القنوبية القنوبية وأن لا تأخذهم التبعية العمية إلى التصادم فللأسف الشديد هم اختاروا 14 أكتوبر أي عيد ثورة القنوب فالممول لا يهمه ولا تعني له ماذا تعني ثورة 14 أكتوبر الذي يضحه أهلنا وأجدادنا من أجل انتصارها ضد الاحتلال البريطاني ففي الأحداث السابقة أختاروا يناير هذا الشهر سيئة ذكر في تاريخ الجنوب وحاليا يختارون الرابع عشر من أكتوبر فأتوقع وأتمنى أن لا تستوي شيء لا يستوي شيء وأن يعافظوا على الدماء القنوبية سأنتقل الآن إلى من يفترض أنه انضم للأستاذ منصور صالح بداية أرحب بك مرة أخرى أستاذ منصور هل تسمعوني الآن بشكل واضح؟ إذن أنت تسمعوني بشكل واضح أستاذ منصور أهلا وسهلا بك إلى أين يتجه المشهد في عدن خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر أعيد وأكرر التهنئة لجماهير شعبنا بمناسبة عياد الثورة ثورة أربعة عشر أكتوبر وأترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا عبر مراحل الثورة القنوبية المختلفة منذ العام ثلاثة وستين وحتى العام الفين وخمسة عشر وما زالوا يتساقطون إلى هذه اللحظة دفاعا عن الجنوب وعن قضيته وعن أهدافه في التحرر والحرية والكرامة في هذه الأيام المباركة يستعد الشعب القنوبي بكافة شرائحي للاحتفال بعيد الثورة وهي بلا شك مناسبة تستحق أن يحتفى بها وأن يجتمع الجنوبيون حول هذه الذكرى باعتبارها تمثل استلهاما للقيام النبيلة والعظمى التي مثلتها ثورة الرابع عشر من أكتوبر وفي ترسيخ قيام النضال التحرري والذي بدأ في تحقيق الاستقلال الأول في الثلاثين من نوفمبر من العام سبعة وستين وهو مستمر في نضاله وإن شاء الله سيتوج بالاستقلال الثاني في وقت قريب جدا طيب السؤال لماذا كان هناك فعالية تم إلغاءها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي أستاذ منصور لماذا تم الإعلان عنها ثم الإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي وعبر ناطقه الرسبي الأستاذ سالم ثابت العولقي كان واضحا في إحاطته يوم أمس بأن هذا الإلغاء جاء تقديرا للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الجنوبي مثل المواطن في عموم اليمن وفي ظل انهيار العملة وعدم وجود معاشات معروف أن فعاليات كهذه كان يفترض أن يحضر إليها الجنوبيون من كل حد وصوب لتشكل فعلا رسالة جنوبية خالصة وواضحة بمعنى وأهمية الاحتفال بهذه المناسبة وبالتالي فأن الجماهير التواقة للمشاركة بهذه الفعالية لا شك هي جزء من هذا الشعب الذي يعاني والذي وصلت معاناته إلى مستوى غير مسبوق وبالتالي انطلق المجلس الانتقالي من هذه الناحية للتخفيف على المواطنين من معاناة السفر والتنقل من محافظات بعيدة ربما قد تكلف الشخص الواحد ما يربو من خمسين ألف ريال يمني وهذا مبلغ ربما حيالي بالنسبة لكثيرين طيب إذن أنتم تخافون على الأوضاع الاقتصادي معنى الأزمة أنقل هذه النقطة إليك أستاذ محمد النخعي مسألة هل هذا المبرر ترى مناسبا في سياق إلغاء فعالية لذكرى الثورة الرابع عشر من أكتوبر خصوصا مع حديث على أن الإلغاء لم يكن من إرادة المجلس الانتقالي الجنوبي بدليل أن الأوضاع الاقتصادية كانت موجودة وصعبة قبل الإعلان عن تنظيم الفعالية بالأساس يا أخو العزيز أعتقد بأن هذا حذرا أقبح من ذنب فنحن في المجلس الأعلى للحراك الثوري أخرجنا قبل ثلاثة أيام مسيرة عارمة في زنكبار والكل شاهدها الشعب يموت جوعا الشعب يهلك فمن كان مع الشعب عليه أن ينضم إلى صوت الشعب فالشعب يعاني من أزمات من يريد أن يريد لماذا إذن ألغى المجلس الانتقالي أفهم منك هذه الفعالية ما هو السبب أعتقد أن فعالية مثل ثلاثين أربعة 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 عشر من أكتوبر المجيدة هذه الذكرة الكبيرة في تاريخ القنوب أعتقد لا 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 تؤجل أو لا لا تلقى لأسبابا مهما كانت الأسباب فأعتقد بأن الأخوان في المجلس الانتقالي وصلتهم التعليمات بإيقاف هذه الفعالية مغابل مصالح لمن يمولهم هل هناك معلومات مؤكدة في السياق الحديث عن هذا الأمر لأن المجلس الانتقالي يتحدث على أن الأوضاع الاقتصادية للناس وبالفعل هناك أوضاع اقتصادية صعبة في هذه الأيام تمر بها البلاد بشكل عام في اليمن أستاذ محمد أعتقد بأن هذا ليس عذرا بأنه تأجل من أجل معاناة الشعب فإن كانوا يحسوا بمعاناة الشعب فلماذا لم نسمع هذا الصوت عندما كانت الرواتب المواطنين محقوجة في الميناء لماذا لا نسمع أحد من الانتقالي يقول لماذا النفط يعني البترول هناك أكثر من عشرين بوزة يوميا تحقز قبل نقطة العلم حتى لا ندخل إلى عدل لكي تستمر الأزمة لماذا لا نسمع أصواتا مع الشعب أو إلى الشعب أما أصواتا أو أعذارا لأي استحقاق سياسي أو للمصالح أو تنفيذا لتعليمات أحد فالحرية كما قلت سابقا لا تستأذر من أحد فهذا عيد مجيد ولو أنهم يفكروا في معاناة الشعب لكان قعلوا من هذه الفعالية صوت يوصل من الشعب إلى الحكومة الشرعية أو إلى ممولهم طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد منصور صالح السيد منصور يعني في سياق لحديث عن المعاناة الاقتصادية لماذا لم يرفع مثلا المجلس الانتقالي شكوى بعدم قدرة يعني بعدم تفعيل الموانئ اليمنية بشكل كبير للتخفيف من معاناة الناس لماذا لا يصدر أو يتعامل مع هذه المسألة ويصدر بيانات لها لأن الحديث على أن السيطرة هناك إماراتية القرار هناك إماراتي لكن المجلس الانتقالي يقول أنه لا يريد إقامة فعالية من أجل الشعب نعم مع احتفاظي على الكثير مما يرده الأخ محمد لكنني أؤكد هنا أنني لست في صدد الأخذ والرد مع أخ هو محسوب أولا وأخيرا علينا كأحد الناشطين الفاعلين في قوة الثورة الجنوبية وهي جميعها قوى تحترم وطالما نحن نحمل هدفا واحدا هذا الأمر واضح لكن لم تجبني على سؤالي أستاذ منصور حول ما يتعلق بعدم نعم بالمسبة ل على إيقاف الموانئ مثلا في سياق تفعيل الميزانية لمحافظات المحررة ودعم الاقتصاد الوطني عبرها أنا أعتقد أن البجلس الانتقالي الجنوبي في الرابع من أكتوبر أصدر بيانا واضحا حدد فيه المشكلات التي تمارسها حكومة الفساد التي من خلالها تتسبب في معاناة وتعذيب لأبناء الشعب في الجنوب وعموم المحافظات الأخرى وحدد أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا هذه المبارسات وأعلن أنه بصدد استعادة هذه المؤسسات وتسخيرها في خذبة الشعب المجلس الانتقالي الجنوبي هو اليوم يتعامل بمسؤولية هل ستتجهون لتصادم أستاذ منصور مع الشرعية اليمنية في ذكرى الرابع عشر من أكتوبر أخي العزيز لست هنا متحدثا باسم المجلس الانتقالي الجنوبي وأيضا لست بصدد الحديث عن الإقراءات اللاحقة التي سيتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي لكنني أؤكد أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي هي قيادة مسؤولة تدرك ماذا تريد ولديها القدرة حين تقول أن ترفق أقوالها بأفعالها إن قالت أنها ستقدم على أي خطوة فعلى الجميع أن يتيقن أن هذه الخطوة ستتحقق المجلس الانتقالي الجنوبي قلنا مرارا وتكرارا وأكدنا أنه يمثل إرادة شعبية جنوبية عبر عنها بوضوح في الرابع من مايو من العام 2017 هو عبر عنها أيضا في مناسبات مختلفة هو يملك الإرادة ويملك القدرة هناك من يتحدث على أن الانتقال لم يقدر على الاستمرار في السيطرة على هذه المؤسسات هذه الدعوة التي تحدث عنها في الرابع من هذا الشهر لم تلقى استجابة لدى الناس وإلا لكنتم قمتم بتصعيد فعلي على الأرض هل يعني هناك من يتحدث على أن الناس انقضوا انفضوا عنكم في الجنوب بدليل عدم قدرتكم على تنظيم مثل هكذا فعالية في سياق أن هناك آخرون ومنهم المجلس الحراكة العلى للثورة سيكون سينظم فعالية في سياق ذكرى الرابع عشر من أكتوبر أعتقد وأنا على يقين أخي ويدي أنك إعلامي حصيف وتدريك معنى أن تقول أن الجماهر قد انفضت فعلى أي فإلى ماذا استنت وما قيمة أهمية المعلومات التي تستند عليها بأن الجماهر قد انفضت حول المجلس الانتقالي الجنوبي هناك حديث كان من قبل البيان في البيان وستد منصور دعوة إلى السيطرة على مؤسسات الدولة هذا الأمر لم يحدث في سياق دعوة جماهيرية للناس هناك كثير من التقارير تتحدث على أن طبيعة التأييد الجماهيري للمجلس في تناقص هذه المسألة لا يمكن أن تقررها الأخوة في قناة سهيل بأن الجماهير تزداد أو تتناقص من حول المجلس الانتقالي هو الميدان نتحدث عن الميدان لا نتحدث نحن في القناة الآن نتحدث عن الميدان الأمور في الميدان نحن نعيش في الشارع وندرك ماذا يقول الناس طيب دعني في هذه النقطة أنتقل إلى أستاذ محمد النخعي إليك أستاذ محمد النخعي هل ترى أن دعوة الانتقال للسيطرة على مؤسسات الدولة ستلقى استجابة وسيتحرك الشارع استجابة لها كما يقول أستاذ منصور صالح أخي نحن في المجلس الأعلى للحراك الثوري نحترم الأخوة في المجلس الانتقالي وهم رفاق لنا وإذا سيطروا مثلا أو نفذوا ما قالوه في بيانهم وسيطرة كاملة دون وصاية أو دون أوامر فنحن معهم وإلى قانبهم لكن قالوه وما أنهم يخضعون للوصاية الأماراتية يخضعون للتعليمات الأماراتية رسائل الواتس آب توقف كل شيء فهؤلاء صراحة لا يشرفنا أن نكون إلى قانبهم نحن أحرار نحن عندما أشعل قائد الثورة زعيم حسن باعوم لم يستئذر من أحد وواقه مجنزرات عفاش لم يعتذر حتى العلي عبدالله صالح عفاش في سجون صنعان الثورة لا استئذن متى ما شعروا بأنهم أحرار ليس هناك وصاية عليهم فنحن معهم إلى جانبهم لكن طالما هل شعبية المجلس الانتقالي هي كماهية عندما تم الإعلان عنه لأنه يعني يتحدث الأستاذ منصور صالح على أن المجلس سينتقال إذا أراد أن يعلن شيئا سيحدث له أثرا على الأرض كيف ترى هذه النقطة أستاذ محمد لو يقدم المجلس الانتقالي في ظل هذه الأوضاع المعيشية الذي يعيشها شعب القنوب من تركيع أو تقويع من كل الأطراف سواء من الشرعية اليمنية أو من أطراف التحالف الذي تفاعل به شعبنا خيرا ولكنه بين عشية وضحوها انقلبوا إلى احتلال احتلال من منهج احتلال يدمر الشعب فإذا قدم المجلس الانتقالي أو أي قوة جنوبية أنت تقول الآن أنه يأخذ أوامره من دول أخرى الآن نحن نتحدث عن الآن بهذا الوضع الحالي هل هو قادر على التحشيد إلى أي مدى الشعبية هي في تزايد أو تناقص حدثني عن هذه النقطة طبعا الشعب في القنوب والثورة القنوبية ليس لا يوجدها مثل مثل رسمي كما يدعي الأخوان في الانتقالي في خدعة أربع مايو الشعب في القنوب وثورة في القنوب هناك مكونات مكونات وتيارات سياسية عميقة لا تأييد ما يقوم به الانتقالي ورفضت الوصاية فنحن في المجلس الأعلى للحراك الثوري استدعى غيادتنا إلى أبوظبي قبل الحرب مثلثا بالزعيم الغايد حسن أحمد باعوم والأخ المناظر فادي باعوم فطلب منهم الأخوة في الخليق في حالة أن يخرج هذه من صنعها إلى عدن سوف يشنوا حربا لأعاد شرعيته ولكن غيادتنا رفضت انتخوض حرب بالوكالة رفضت انتخوض حرب إلا بضمانات سياسية لغضية القنوب فلم ترضى فأتوا الأخوان بعض الأخوان من الشخصيات القنوبية وأيدوا هذه الحرب وعملوا بالوكالة وكما تشوف هم ريموت كنترون المجلس الانتقال الجنوبي قلنا وكررنا ونعيد للمرة الألف بأنه إرادة شعبية جنوبية إن كان الأخوة في التحالف قد أمدونا بالدعم فهذا دعم يحترم وهو دين في رقابنا ماحينا طالما كان من شأن هذا الدعم أن يسهم في بناء المؤسسات الجنوبية وفي استعادة الدولة الجنوبية والهوية الجنوبية نحن نكون الأشقاء في التحالف العربي كل التقدير قبل أن يأتي الأشقاء في التحالف العربي كان هناك 26 لواء يعني أن تقر بأن المجلس الانتقال الجنوبي يعمل بالوكالة عن دول التحالف تحديدا عن الإمارات هذا تعريف ظالم ومقحف وغير منصف أن تقول أنه تلقى دعما منهم نحن نتحدث أننا نتلقى دعما في إطار إن كان هذا الدعم فعلا في إطار خوض الحرب ضد الميليشيات وكان من نتائج هذه الحرب أن تمكن الجنوبيون من طرد 26 لواء عسكري كان يتبع علي عبدالله صالح وحزب الإصلاح في الجنوب وإضافة إلى قوات المخابرات العسكرية والأمن السياسي والأمن القومي وقوات الخاصة والأمن الرئاسة والأمن الرئاسة التابعة علي عبدالله صالح كل تلك القوات التي كانت تكثم على أنفاس الجنوبيين طردوا بفضل الإرادة الجنوبية وبفضل دعم الأشقاء في التحالف العربي الدعم الأخوة في التحالف العربي هذا لا يعني أننا نمثل إرادة أو رغبة لأي جهة أخرى لكن نصب الصور في سياسة الحديث عن التحالف التحالف دوما رسميا يتحدث على أن التحالف ملتزم بكل نقطة من نقاط عمل ملتزم بوحدة وأمن والسقرار اليمن لكن أنتم تقولون أن لكم مشروع انفصالي كيف يفهم هذا الأمر في سياق تعاطيكم مع الجماهير هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأل للآخرين أو أن تسألوا أنفسكم قبل أن توجهوا إلينا أنا هنا أطرح الأسئلة أستاذ منصور هذه المسألة أنتم تتعاملون مع كيان يقول دوما أنه مع وحدة وأمن والسقرار اليمن في كل المحافل الدولية كيف يفهم أنكم تحملون قضية انفصالية إذن هذا السؤال ما أريده وأرجو أن تترك لي الوقت لأجيب لأنه عملية الإرباك في الأسئلة والمقاطعة ربما لا 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 لديك المجال كما لضيف الآخر المجال أستاذ منصور تفضل نعم أستاذي نعم أستاذي هذا هو مربط الفرس الأشقاء في التحالف نحن نقول أن تدخلهم جاء في إطار دعم الشرعية واستعادة الشرعية في اليمن ونحن دخل أو القنوبيون ولا أقول نحن القنوبيون دخلوا المجلس الإدقالي القنوبي لاحقا في إطار هذه الشراكة لإنقلاب المليشي الحوثي كان من نتائج أو استثمار هذه الحرب أن طردت القوات التي كانت تكتم على عدن وتحتلها وهي أكثر من 26 اللواء هذا خدم القضية القنوبية بشكل مباشر أو غير مباشر الجنوبيون استفادوا من هذا التحالف ورغم الخسارة الكبيرة التي مني بها الجنوب والجنوبيين وعدد الهائل من الشهداء الذين سقطوا لكن من النتائج الإيجابية لهذه الحرب أنها كان أن استلمى الجنوبيون أرضهم وحرروها اليوم في إطار هذه الحرب الجنوب يسعى والمجلس الانتقالي الجنوبي كمفوض شعبيا يسعى الاستثمار والاستفادة من أي دعم يمكن أن يوجه ولكن لن يكون إلا في إدار على أن المجلس الانتقالي استلم على أن الجنوبيون استلموا أرضهم إذن لماذا تعاتبون الحكومة عندما تتحدثون على الأوضاع الاقتصادية الصعبة أنت الآن قلت أن الجنوبيون استلموا أرضهم نعم والبؤسف أن الجنوبيون أن الجنوبيين في اللحظة التي استلموا أرضهم خدعوا وأوهموا أن هناك حكومة تسعى لاستعادة شرعيتها ولخوض الحرب ضد الميليشيات الإنقلابية وكان من نتائج هذه الخديعة أن نسعت المقاومة الجنوبية لتأمين عودة الشرعية وبناء على مقترحات من الأشقاء في التحالف وتم تمكين هذه الحكومة التي كانت قد هربت قبل أن تبدأ الحرب وبعضهم في اليوم الأول لانطلاقة الحرب وما زالت الميليشية الحوثي في كريش وفي الأطراف هربت الحكومة وكل القوى التي تمثلها الجنوبيين حرروا أرضهم ثم قال الأشقاء في التحالف وكانت هناك الرغبة في أن تمنح للحكومة فرصة أن تخوض الحرب من داخل الأراضي في الداخل أو كما أسمتها هي العاصمة المؤقتة عدن الجنوبيون تعاملوا بحسن النية ومصداقية وسمحوا لهذه الحكومة بل وحموها لتقوم بمهامها وخاضوا الحرب نيابة عنها ومكنوها من أن تتحرك لكن للأسف هذه الحكومة دائما تفهم بالخطأ وتقرأ الأمور بصيغة مغلوطة وتعتقد أنها باتت تمتلك حقا لأن تعبتها وأن تمارس الفساد وأن تلتفع الانتصارات اعتقادا منها إنها قد فشلت في الشمال ويمكنها أن تنتصر على القنوب باعتبار أن القنوب سمحوا أن ينقل هذه المقطة سيد منصور إلى سيد محمد النخعي أستاذ محمد يعني الآن بوضع الاعتبار ما تفضل به سيد منصور صالح ما هي برأيك حقيقة موقف أبوظبي والرياض أيضا من القضية الجنوبية موقف الأخوة في أبوظبي والرياض واضح ودائما يعبر عنه مسؤولهم سواء عبر وزراء خارجية أو مسؤولون آخر لنمعة وحتى اليمن وما يقوله المجلس الانتقالي أو الأخوان في المجلس الانتقالي هو بيع الوهم للشعب الأمور واضحة الأشياء واضحة الشعب أصبح واعي عفاش مارس سياسته والخديعه علينا من عام 94 إلى أن صحي الشعب في تشكيل أول حركة مسلحة في 97 وبعدها في 2007 يعني بعد يمكن أكثر من 17 سنة لكن حاليا الشعب في الجنوب أكثر أكثر ذكاء فهو يعلم بأن الأخوان في الأمارات ليسوا مع انفصال الجنوب ولا مع استعادة دولة الجنوب وما يقوم به الأخوان في المجلس الانتقالي هو بيع الوهم للشعب في آخي لكن أستاذ محمد ألا تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي لأجندة انفصالية نعم أم لا الإمارات تدعم المجلس الانتقالي لتنفيذ مصالحها لا تدعمها من أجل انفصال الجنوب والمتناقضات متواقدة هناك يوقع في بير أحمد قائد فرقة القناصة في حرب 2015 طارق محمد عبد الله صالح هناك يوقع في معسكر بير أحمد القاتل المجرم طبعان هناك رعاية خاصة لأسرة آل عفاش شبابنا يقتلون في الساحل القربي دون ضمانات سياسية لغضية القنوب دون مردود سياسي لغضية القنوب ما الذي يحدث؟ في مارب تبنى جيش نظامي وتبنى دولة في عدن تبنى مليشيات مسلحة خارجها عن النظام ما الذي يدور في عدن؟ ما يدور في عدن؟ الشعب القنوبي صاحي وواعي الشعب القنوبي لم يعد كما قبل ونحن في المجلس الأعلى للحراك الثوري حذرنا من هذه المعمعة نحن الأخ منصور قبل غليل يقول بأنه آمن بهذه الحكومة هذه الحكومة أنتم من أستقبلتوها أنتم من أخذتم المناصب أنتم من أديتم اليومين الدستورية لماذا أنتم متناغضون؟ عندما تمت أغالتكم رقعتم إلى الحراك الجنوبي رقعتم إلى الثورة الجنوبية الشعب الجنوبي أصبح واعي الشعب الجنوبي لم يعد قبيه كما قبل فبيع الوهم لن يقبله بعد الآن والثورة قد بدت بالآمس كنا في زنجبار وقبلها في المكلة وقبلها في سيون وستستمر الثورة إلى الاستغلال والتحرير واستعاد دولة الجنوب أما الحرية إن تستأذن من أحد فلا بارك الله بحرية اسمح لي أنقل هذه النقطة إليك أستاذ منصور صالح إذن أنتم كنتم في الحكومة أستاذ منصور المجلس الانتقالي كان في الحكومة عمل مع الحكومة عندما يبدو أن هناك كانت اختلافات في الأجندة حدث هذا الانقلاب على الحكومة حدثت مناوشات مع الحكومة في بداية العام الآن هناك احتمال لاستمرار هذه المناوشات مع ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر لماذا يحدث؟ يعني هل تسعون إلى فقط تحقيق مصالحكم أنتم فقط؟ لدي نقطة سريعتين أولا الأخ محمد كان تحدث عن أن الجنوبيين هم من واقع عفاش وهم أول من أسس حركة مسلحة في العام سبعة وتسعين وكنت أتمنى أن يستكمل العبارة ليقول من ذلك من القائد البطل الذي أسس هذه الحركة في العام سبعة وتسعين وللإفادة أقول أنه كان الأخ القائد عدروس قاسم عبد العزيز زبيدي عندما أسس حركة حاسم وبالتالي الرجل أسس حركة في العام سبعة وتسعين وكان محكوم عليه بالإعدام ورفض كل الغراءات التي وجهت إليه من علي عبد الله صالح هو رجل بلا شك يستحق أن يأتمنه الناس وأن يثقوا بثبات طيب دعنا نتحدث عن الآن عن الواقع عيدروس زبيدي كان محافظا لعدن أستاذ منصور الآن يعارض ويحاول أن يواجه هذه الحكومة الشرعية ويخرج عن هذه الحكومة الشرعية الناس كما يقول أستاذ محمد النخعي لم يعد يقتنعوا بحديث المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أين سيصل المجلس في هذه الممارسات مسألة أن الناس تقتنع أو لا تقتنع قلت أن هذه المسألة ليست محل تقديرها هنا هناك ثقة بالمجلس هذا كلام محمد النخعي أستاذ مرسو وربما طبعا من حق الأخ محمد أن يقول ما يريد ولست أعترض ولا أعلق على أي كلمة يمكن أن يقولها فهذا حقه لكن أقول أن الناس تمارس ضغطا كبيرا على المجلس الانتقالي هذا الحديث مستهلك قلنا أن المحافظين الجنوبيين المحسوبين على قوات المقاومة الجنوبية لم يؤتى بهم من باب الصدقة لكنهم أتوا في ظروف لم يكن بإمكان الشرعية أن تفرض غيرهم لم يكن بإمكان لم يقبل كبيرنا والآن والحديث عن الوضع الأمني أستاذ منصور الوضع الأمني ومدير أمن عدن مؤيد للمجلس الانتقالي كيف يفهم استمرار مسلسل الاغتيالات لكثير من الشيوخ لمدرسين لأيضا شخصيات اجتماعية في سياق أن عدن أمنيا في عهدة مؤيدين للمجلس الانتقالي أيضا طبعا الوضع الأمني في عدن مثل ومثل الوضع الاقتصادي يمر بتحديات كبيرة وهذا دليل على أن هناك الكثير من القوى التي تسعى لإظهار حالة الفشل في المناطق التي هي تحت ربما سيطرت يمكن القول على الأقل من ناحية العسكرية تسيطرت المجلس الانتقالي الجنوبي هناك قوى كثيرة تعمل بإتقاء إثارة المشاكل بإتقاء حتى وصلت الأمور في فترة سابقة إلى أن هناك من ينزل في منتصف الليل ليسد غرفة تفتيح صحي لتطفح المجاري ثم يتم تصويرها عمليات الاغتيالات بالنسبة هي عمليات طبعا مدانة ومرفوضة وهي بكل من سقطوا فيها لكنها مستمرة ولم يتم تقديم ناس إلى المحاكمة في السياق وإعلان أسمائهم بشكل مستمر في سياق كل عملية تحدث عملية اغتيال تحدث دعني أنقل تساؤل إليك أستاذ محمد النخعي عضو المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي في سياق الحديث عن العمالة لأطراف أخرى هناك اتهامات لكم أنتم في المجلس بالعمالة أو بالدعم من قبل إيران ومن قبل أطراف أخرى يعني كيف تردون على مثل هكذا اتهامات أخي العزيزة نحن في القنوب للأسف بعض الأطراف والأخوان توارثوا شيطنة معارضهم فكان في السابق قد شردوا وقتلوا خيرة رجال الجنوب بسبب الشيطنة بسبب الرقعية بسبب الأمبريالية وحاليا يعيد سيناريو الماضي وكل من يعارضهم هو أصلاحي إيراني عفاشي وهذه أصلاحة موجودة في الشارع الجنوبي لكل من يعارضهم هذه الشيطنة توارثوها أحيانا ينسبونا إلى إيران وأحيانا ينسبونا إلى قطر ولكن نحن واثقون من أنفسنا أننا نمشي في الطريق الصحيح ولو كنا ولو كنا نبحث عن مصالح كان أيدت قيادتنا حاصف الحرب قبل أن يأتوا هؤلاء المتسلقون طيب الآن ما هي أفق الحل بلاي؟ قبل أن يأتوا ولكننا ما هي أفق الحل في اليمن عموما؟ إنها طلب الضمانات سياسية لغضية القلوب ما هي أفق الحل الآن في سياق الوضع في اليمن عموما؟ أستاذ محمد أعيد السؤال لو سمحت ما هي أفق الحل بالنسبة للملف اليمن الآن كسؤال آخر؟ إيقاف الحرب والعودة إلى طولة الحوار أشكرك إذن حوار شمالي جنوبي أشكرك إذن عضو المكتب السياسي للحراكة الثورية الجنوبي محمد النخعي كنت معنا عبر الأخمار الصناعية من عدن وكذا أستاذ منصور صالح الصحفي كان معنا عبر أخمار الصناعية أيضا من عدن شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاط في أمان الله أشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصال